السلام عليكم إذا عندك مشكل مع رجلك وانتي كتعاني من واحد البرود يخليك تلبي الرغبات ديال الزوج ديالك هاد القيصة غدا تنفعك بزاف أنا اسميتي راويم هدي وليوم أغنحكيه القيصة ديالة تشاب هدا على المشكل اللي عنده مع الزوجة دياله ما تنساش تضغط لايك تخلينا كومنتير فيه الرأي ديالك على هاد القيصة هدي ونمشيه مع القيصة السلام عليكم أنا اسميتي يا عزيز من مدينة الدار بيضا بغيت نتقاس مع بزاف ديال العيالات عندهم مشاكل شخصية مع الأزواج ديالهم وتمشيوا من ذاتهم من رأسهم تبقوا يفكروا في شي حويش اللي يقدروا يضروا هديك العلاقة ويقدروا يضروا هديك الرغبة اللي يطالب هالزوج ديالهم أنا غنعود لكم التفاصيل ديال القيصة ديالي وكيفاش تجاوزنا بصعوبة واحدة لمشكل يا سيدي أنا تعرفت على هذه السيدة دي من بعد واحد المودة طويلة أنا ما كنتش بغي نتزوج كانت عندي واحد جريبة قاسحة في حياتي قلداش أني وصلت للخطوبة ويعني تا غنكتب العقد وغنوصل لديك شي كامل طرعوا واحد نقاش حاد بزاف مع ذيك السيدة لأنها قدروا لي واحد مؤخرت صداقة ديال 15 مليون وسيدة كتكن بغيها وكتبغيني ولعبوليها بدماغة وقدروا لي مؤخرت صداقة ديال 15 مليون أنا حسيت بحلا كنتنتظر في ذيك السيدة وتناقشنا واحد نقاش حاد حاد عند مكتب العدول وكلاش طريقه وكلامش في حالته من تم خديت موقف من الزواج كنت غن تزوج على 23 سنة ذيك الساعة كنت يالله بديت الخدمة واستقريت ودرت وريقاتي وذيك السيدة كنت غن تزوج بها وغيرت خب تبقى أي فدارهم وموحد المودة ونبقى أنا فدارنا بيدمن أنني درت فين نسكن خلصا فيتسفت في حالتها وتفارقنا مع بعديتنا ودرت أنا داري وكملت في الخدمة ديالي هذيك المودة اللي بقيت فيها بوحدي تشقى البتلي يا حياتي سفعل حدك السيدة قبل ما نعرض على الزواج كانت كنت تعمل معي مزيلا كانت كنت تعتم بي وكانت كنت بي لحب وكانت طيقة في القدرات ديالي وطيقة باللي نقدم نوفر لها واحد المستقبل محترم ومع مرات ضعف حقها معي دوز تقريبا واحد السبع سنوات وانا بوحدي ما كان قدرنا ندخل في تشي علاقة ما عندي فيسبوك ما عندي مواقع التوصل الجماعي أي حاجة فعل البنات والتي تتمردني وتالبنات معي في الخدمة ما تنقدش نجمع معهم الخدمة وبس بقيت من غالق على رسالة المدة هذي كاملة ومؤخرا والتي الوالدة تقول لي يا الله يجزك بي خير وانا الشيطان وانا تطرع لكم مشكل وانا تبقى معقد حياتك بغينا نشوف أولادك الحياة والموت هذي ربغيتها والدي نشوف تانا والداتك ونشوف تانتا بعائلتك وبالأسرة ديالك تانينا والدي غتبقى بحلاقة هذي الغذرة هذي اطرعت فيها بزاف وقلت للوالدة شوفي أنا رمكان عارش نختار الله يجزك بي خير لك تعرفي شي وحدة وانتي تايقع فيها بغيتك التوسط قلت لي ما كانت شي مشكل ضرب هذي على حسابي ما لنا سيدي الوالدة كانت في عينها واحد بنت الجيران أنا ما كان عارف بنت الجيران ولكن ما كان عارفاش هي بضب تكون أنا كان من جيل دار بالليل تنعس مشيش غليانا في العلاقات ديال والدة مع الجيران ديالها وذلك الشي ما لنا داز تقريبا واحد ربع يام قلت لي الوالدة رألقيت لك البنت والديران هذي البنت هذي حاطة على العين من شحال هذي وعرضت ألمها وهي مشي والحمام ومشيت الحمام وشفت البنت يعني البنت اللي عمرها دار ونقيقيها وهم إيد دبها وعونتني وعمرت لي سطولة وحكيت لي ظهري وشبت مع الموضة غير بيني وبينها وتان تركت عجبها وقلت واخا ما كانت شي مشكل هذي البنت هذي من ذلك النوع اللي كتشوفها يعني كتشوفها في الزنقة كتقول هذي را ما كتحركش الجهجة هذي را هذي وبس هذي را ما كينش بحالها كتشوفها كتكيبانوا عليها المعالم دي الأدب والاحترام وعطي الرسها خيمة ما لنا سيدي كتلا ما كينتش مشكل هذري مع أمها شوف الله رصيته شي قادية يعرضوا عنا شي نهار ومشوا نشوفوا البنت ذك شي اللي طرأ فعلا تصل بي الأب ديالها الأب ديالها يعني سمعنا الوليدة ديالك ولا يدر شي تاوي ديالخير هنتو ما أجي وعدنا نهار الخميس لا نكون مخدام أجي وعدنا ومرحبا بيكم فعلا نزيت الوليد والوليدة وأنا وتقديرنا ذك شي اللي قسم الله وقدرنا نفاول عندهم رحبوا بينا وحطينا ذك شي البنت اللي عمرها دار قدرت معها الرؤية الشرعية أجبعتني الدريرة وبيبطها وزفونا ومكتحش العين قلت هذه قدرنا نتفاهم معها ويعني أنا صافيت ناسي ذك المشكلة كان وقع لي عشال هذه الوليدة كان تزاعم عدني قلنا بسم الله وتوقنا على الله ولكن قبل ما نكتبو الكتاب ناقشنا بزاف ديال النقاط الحنش كدر به غير مرة واحدة وتي يقول لك الديب ولكن أنا را ما بغيش نتجوج بيك باش نتلقي من بعد أنا بغي نكون أسرة بغي نكون واحد مشامع بغي نبغيك تبغيني والحب راكي يجي مع المودة والعشر مع القدام قلت ليا سيدير ما تلقى معي تشي مشكل أنا ما بغيش نبيع ونشري فراسي اللي يقدرك عليها الله يدير ه مع الواليد والله يصخر معلينا ما قدرناش في أمور أخرى مشي أمور قريبة قريبة بزاف ما أعطيته أهمية ولكن أمور الزواج عاد بنت الأهمية دي درنا العرس قاد دينا الأمور مشينا اللوطيل دخلت على البنت بنت بقى بالعذرية دي لها ما كانت شي مشكل في هذا ما كان أبدا شي مشكل بدينا الحياة الزوجية ولكن تذيك اللحظة اللي غن ندخل عليها لقيت صعوبة يعني صعوبة بزاف حتي تحشم وما تبغي شي واحد يقرب لها وما أمر شي واحد يقرب لها لدرج أنه تدهر رهاب يعني بعد محاولات كثيرة كثيرة بزاف باش أنا نوصل لذيك النقطة بدينا الحياة الزوجية يعني من بعد ذك الثلث أيام اللي دو وزنا أنا وياها جينا لدرج بدينا الحياة دينا عادي كأن شي لم يكن أنا سنوات ما مارست مجوج حالة طيبة عندي مراتي في الدار وكتحمق نقيقية وغزالة أي واحد يعني عندهم رب حال هدير مغي يشوف بلاس أخر في الزنق أنا كنت حال مراتي سنوات وسنوات اللي كتشوف ذاك شي عندك إلي ما تفضر تقدر تدير وقت ما بغيتي ما كالقاش تجاوب مع الزوجة دي كان عنده واحد البرود بعد ما تفتض يعني هذيك الباكرة دي لها السيد السيدة برداد كأنني مع جمد ما كتتحرك موالو حاولت نقش مع الموضوع كتلع بشوية عليا وقلت ما كانت مشكل سيدة أول مرة زواج صعيبة ما كانت مشكل زواج ما فيش غير ذاك شي شهر الأول ثاني ثالث الرابع ضرب نعم سيدة ما كانت تغير رأ عملت وطلع لي ذاك شي فراسي اللي بغيت تجاوب معي خير أنا بوحد اللي كان طرط هي كأنها جد نعيش معك أنا أتجوش بك باش نعيش الحياة معك ركش الأمور الواجبات كلها نقوم بها شوف مثل نكمل بحلقة غير غير زيدي تمرضيني وغير تصبر مرض نفسي أنا مجوش بك باش لقى معك راحتي خس كتبحتي في الانترنت وتقلب إلى حل إلا لدي مشكل ولي الطبيب كث أنا لدي مشكل صفغيت هنا أنا أحاول نقلب على هذا الشيادة السيدة هذه ناضط تقلب في الانترنت على وصفات وروينا وتقلب من هنا هي ما عندش دراية باش نكدير ما استاشرات الناس اللي عندهم معين ما مشات عن الطبيبة ما هو ناضط دارت واحد الخلطة جابت هذه الفياقرا دي اللبنات غوزية خلطت وبدأت وتجرب هذه الوصفة هذه لاحظت أنا تغيير سيدة قلت ندخل الخصوات تشدني تقول اجي كذا عجبني الحال لم يكن شي مشكل مرة على مرة سيدة تضاعف بحل التبلات بهذه المادة الوصفة التي تبلات بها إلا ما كانت لا تقدر تدير شي حاجة أنا بالصدفة لقيت هذه الباكية دي الفياقرا وانت قلت نقلب على حل وانا كان صاحب وصفي رأي كان عندي مشكل دبرة وليت بخير صفي مقاش عندي حاجة بها قلت أنا ما كان مشكل مادم أنها ساعدة وليت معي صفي الله يسخر سيدة مدمنة على هذه الكين إلا ما تقدر تضاد عندك شي بزاف وعند إفرازات بزاف كتر من القياس يعني سيدة تفوت ما أنا بغي مثلا أنا بغي مرة في النهار والتي بغ ثلاثة وربع مرات في النهار من اللي كان نأتي من الخدمات نأتي تصيب لي منا نأتي نأتي أنا كنت طال بغي شوية وليت بزاف بزاف كتر خرج على السيطرة رأي ما بقيت مثلا كم شو دياف عند ناس تلمح لي وتقدر ما يبش نشوف حالتنا للدار واللي تخصني ضروري نجيب للدار باش أنا نقضي وهذا الغرض أنا مش ضد هذا بالعكس عجبني الحال ولكن رأي خرج على السيطرة بعد مرة أنا كنت جاي للدار تكون عندي جهة غي مرة وحدة أي تبغي ثلاثة اربعة بعد مرة تطفيقني من الناس قد قل نوض الزيت اديتها عن الطبيب قلت لي فوالر هاشكين 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 قلت لي يا رأي ما نقدرش أنا مش عن الطبيب ادي عن الطبيب ما لنا من الراجل بغي يدير لي هذا التحاليل قلت يا رأي نقدر ادي نعن الطبيب الزيت ادي عن الطبيب الخرى لقعت عند هذا الشي اللي كانت تأكل بوحد طريقة اللي هامجية وتسبب لها في واحد الخلل في الهرمونات ما ما بقاش لدينا مشكلة غير الرغبة المشكلة تدي الافرازات اللي تزاد عند ها بوحد شكل كبير 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 بزاف اخر بقليها اه لها الشعرية ديالها هنا ولنا في مشكل اخر اه نسترجع هذيك الحالة الطبيعية ديالي مع مرتي الحمد لله إلا كنتو تقلبوا على شي حاجة خسكم تشوفوا بعد واجدك شي كي وافق كم توم وأول حاجة تعرف فين كان المشكل ماشي غير انتها عندك مشكل سبب ديالي شي حاجة اخر يعني تعالج هذي الحاجة اللي مسبب لك هذا المشكل لذلك إلا كنتو تقلبوا لشي وصفة من الأحسن تضيروا استشارة طبيعية تمشو عن طبيب هو اللي ما تبقى تخلطو وتخربقو لأن المدم ديالي على بونت ما كانت تسبب رأس واحد مشكل كبير كبير بزار كان يقضي بها طالعقم الحمد لله لكل حال كانت هذه هي القصة ديالي وزوجة ديالي ديبا حاليا حالتها مستقرة نصيحة بغيت ندووز عليكم العيالات هنتم مرة سمعتوها ديبا هنا وكنشكركم بزف بزف على الاستماع إلا وصلت معي تلك هنا دونك راكم مهتم بالقناة ديالي ما تنساش تضير الاشتراك وما تنساش تخلي معك واحد الكومنتر واللايك ديالك وخليتكم على راحة الحال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة